بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سنتكلم على أحد المواقع المميزة جدا في الانترنت والذي أفضله بشكل شخصي اسمه iFixit.com iFixit.com موقع متخصص عالمي متخصص بموضوع صيانة الأجهزة مهما كانت جميع أنواع الأجهزة التي يمكن أن تخطر لبالك ممكن أن تجد لها دليل للصيانة هنا أو على الأقل من يجيب عن استفساراتك هنا وكذلك ستجد المعدات والقطع الغيار التي تحتاجها وكيفية شراؤها هناك ثلاث صفحات رئيسية لهذا الموقع أو three main categories guides, answers, store guides هو المكان الذي الذي ستجد فيه الأدلة للصيانة المفصلة لجميع أنواع الأجهزة والتي سنطرق لها لاحقا answers هي إجابات لأغلب استفساراتك ولكل استفسارات التي قد تخطر على بالك وتسألها في هذا الموقع store الذي سأبدأ به هو المغزن للبيع الشراء لأهم التولز والبارتز التي قد تحتاجها في صيانة أجهزتك ممكن أن نشاهد التولز فتستجد جميع أنواع المعدات التي قد تحتاجها بمواصفاتها وأسعارها وتستطيع طلبها مباشرة عن طريق الموقع بالنسبة للبارتز وهي قطع الغيار كذلك تحدد قطع غيار آيفون مثلا ماذا تريد مثلا هذه القطع جميعها وأسعارها وتستطيع مباشرة عن شراءها لنعود إلى الموقع من البداية سأذهب إلى الانسر الآن أي الإجابات وهي تيقنك من أن تضع أي سؤال تريده وتجد الإجابة عنه الموقع يقول لك أن هناك 38031 سؤال متواجدون وهناك إجابات عنها هنا يسأل أحد الأشخاص عن جهاز نوكيا why the device restart حتى الآن لا يوجد أي إجابة له لأنه يبدو أن سؤاله غير واضح بشكل غير مفصل فنجد مثلا هنا هنا عندنا سبع إجابات هذا هو الجهاز يسأل عنه وهذا هو سؤاله وهنا يشرح التفاصيل وتجده الإجابات من جميع أنحاء العالم بالشرح المفصل هذا بالنسبة للانسور والموقع بشكل عام عندما يكون التكلام عن جهاز معين يعطيك recommended tools والpopular product التي تتعلق بهذا المنتج فالنذهب إلى الأدلة وهو الأهم في هذا الموقع منوص لصيانة كل شيء تقريبا الماك الجيم الفون ايفون كار كاميرا بي سي كل شيء تقريبا تستطيع أن تجد هنا أدلة لصيانته فلنذهب إلى فلنقل الكاميرا يتكلمون عن 195 جهاز 195 نوع من الكاميرات وهناك 742 دليل للصيانة كل هذا مجانا تضعه الناس لفائدة بعضها الماء هذا نوع من الكاميرات مثلا هناك من يعني هذه الكاميرات القديمة جدا هناك أدلة هناك من يشرح بالتفصيل شيء له علاقة بالصيانة فتستجدون أيضا الصور رجم أن يكون عملك واضح خطوات بالتفصيل الأدوات التي قد تحتاجها وإذا جربت هذا الشيء هذه الطريقة ونجحت معك تضغط I did it and success الجميل في هذا موقع الفكرة فيه أن نشارك بعضنا البعض خبراتنا فربما عندنا في العالم العربي الكثيرون ممن يهون الأجهزة الإلكترونية وهون الصيانة فلماذا لا نضع فعلا تفاصيل الصيانة ولماذا لا نجيب الأسئلة التي يسألها البعض مما يجعل المعلومات تتشارك بين الناس وهذا له أجر في الدنيا ها هو الآخرة مثلا البي سي تلاحظون كاتجوريز طبعا ديسكتوب لابتوب نوتبوك بابولار بارتساند تولز قايدز سببورت قويتشنز الريكماند تولز هوات الذين يهون الصيانة وهون قطع الغيار ويهون الإصلاح والمساعدة سيجيون هذا الموقع ربما من أجمل مواقع التي تعرف عليه في حياتهم طبعا كانت تواصل مع الفيسبوك تويتر تواصل مع الصفحة ولكن فكرة تواصل مع الأشخاص تضيف معلومات تستفيد من المعلومات والموقع أيضا يربح فهو أيضا كما ترشاهدون عنده ستور للبيع ولبيع المعدات أفكار جميلة موقع مميز أتمنى زيارته ifixit.com يتوفر على لغات أسباني فرنسي ألماني فقط لا يوجد لغات يعني وهو عربية وعم كارك الأنضمام جوين هذا هو الموقع بكل بساطة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا